أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انتهاء حضرة تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المشوفة يوم غد الأحد وذلك بعد أن تم تطبيقه منذ الخامس عشر من يونيو الماضي ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف وأكدت الوزارة نجاح تطبيق حضر العمل وقت الظهيرة في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحضر خلال مدة تطبيقه والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل